السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير وصفتنا لنهار اليوم رح نديروا الجلجلانية اللي تجي بزاف بنينة وتجي طرية وتجي مع السلاح تامل داخل نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة الى عجبتكم ما تنسوش ديروا ليجام في الفيديو وتخلوا لي كومنتر وإلا كنتوا مشي مشتركين في القناة تشتركوا ليصلكم كل جديد هنا رح نقسم معكم حبة باش تشوفوا كيفاش تجي شفوش حال طرية الله يبارك هاد الوصفة ما شاء الله تجي بزاف بنينة وتجي مشربة حتى من الداخل تتفتت ما عندي ما نقول لكم تتفتت وحدها كيما رحكم تشوفوا فيها بسم الله هنبدأ والبنات في المقادر تا هاد الوصفة نسحقوا فيها 125 جرام تعلامة جاغين تكون طرية بحرارة الغرفة انا هنه هاد العلبة فيها 250 حندي نصف بتاعها نصف كاس تاع السيكخي غلاسي يكون مغربل الكاس تاعير في 260 ميلي لتر اربع كاس تاع جلجلان محمص ماشي مرحي انا درتو حب تقدرو ترحو يعني حوالي زوج مغارف كبار معمرين حبات اولاد الجاج مغرفة كبيرة تاع الكوكا ومحمص ومرحي مغرفة صغيرة تاع لافاني ونطمو العجينة تاعنا بالفارينة حتى تلاقي منه بالنسبة تاني وش نسحقوه للتزيين نسحقوه بايض البيت ونسحقوه جلجلان ماشي محمص يعني اخضر نبدو بسم الله هنا يا نخلط لامر قاقين والسكخي غلاسي مليح مليح تحبوه بالباطر ولا بيتكم ولا بالفوي حتى نتحصلوه على قوام كريمي من بعد نضيف لها الحبات على البيت ونزيد نخلطها تاني حتى تحسو بلي المكوينة تجنسو كامل هدي طريقة بزف مهمة باش تنجح لكم الوصفة زيت لها لفاني مغرفة تاع الكوكا ومحمص ومرحي ونزيد لها ربع كاس تاع الجلجلان ولا حوالي زوج مغارف كبار تاع الجلجلان محمص رح يمدلها بنا هيلة للحلوة تاعنا هنا يا نطمو بالفارينة ونسيت ما حطيت لكم شمع المقادر لاليفور حوالي نص باكي ونطمها هكا حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية على بلكم باللي المول تاع السيليكون الحلوة كامل اللي تجي فتاع السيليكون لازم تخلوها طرية كابش ما تيبس لكمش في الفوق بعد ما تليمتلي العجينة خليتها طرية حوالي 4 ساعة ووزنتها 35 قرام هنا يالحجم كل وحداش حال تحب تحبو توزنو 25 ولا 30 ولا 35 بعد ما وزنتهم كامل نرمدهم عفوا نغطسهم في بايض البيض ونرمدهم في الجلجلان على هات الشكل هنا الجلجلان خضر مشي محمص ما والو نحطها في المول ونضغط عليها بيدي مليح مليح حكا بش تولينا متساوية يتساوى كامل السطح تاعها كي ما اشتوا البنات نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة هنايا كنت مشى على الفرن على اعلى درجة نخليه يسخن مليح من بعد كي ندخل الجلجلانية تاعي ولا الحلوة تاعي نحطوه في الرقم 4 هكا بش طيب لي يعني ما تخطف ليش تمتم تتحرق وما تقعد ليش عجين من الداخل هادي هي حطيت البلاة تاعي في الفوق ونخليها الطيب بعد ما طيب لي البنات شوفوا كيفاش تجي راح تتشقق وحدها الله يبارك هاد الوصفة تجي روعة شوفوا كيفاش تجي مشقة انا هنا في هاد المرحلة راح نعسلها ندير لها في كل وحدة مغرفة صغيرة تاع العسل راح تشربها كامل وتجيني مشربها حتى من الداخل كي ما اشتوا قبل ما ننحيهم المولتع السيليكون ونخليهم مدة حوالية 5 دقايق ولا 10 دقايق حتى يشرب كامل هادك العسل ومبعد نديمو ليهم ونزينهم بالمعجون هناي المعجون تاعي كنت درتلو شوية تاع كولورون هكا باش يجيني في الغز ويمدلها شكل بزاف شباب درتو تاني في اون بوشادو يجو طابل باش تسهل علي الخدمة بسك هاد اللي مول هادو ما جايين ديقين لو كندير بالمغرفة راح تتغنجق لي كامل هديك الحبات على الجلجلانية من الاحسن باش تكون خدمة نقية وخدمة بخيزون طابل نستعمل لابوشادو يجو طابل كيما شفتو نعمر كامل هديك هادوك اللي كوتي ولا هادوك التقابي تعلمو لتاعي شفوش حال تجي شابة تجي ما شاء الله همام البناء ما عندي ما نقولكم تقدرو لي ما عندهاش ليمو تاسيليكون تديرهم ديبول كيما المشوك وطيبهم في الكيسات راح يجو مشقين يجو ما شاء الله يجو بزاف بزاف شابين هنيا نكمل كامل كمية تاعي بنفس الطريقة ونوريهم لكم في طابق التقديم وهدي هي البناء الحلوة التاعي لنهار اليوم تمنى ان شاء الله من قلبي تكون عجبتكم وتجربوا الوصفة كي يجربوا وصفة تاع السابلي كي يجربوا الوصفة تاع السابلي تاع الماكسون نشكركم كامل نقول لكم يعطيكم الصحة على الطيقة تاعكم اللي راكم دايلينها فيه وبصحتكم هنا يلحقنا لنهاية على فيديو مبقى لي غير نقول لكم تهلو في روحتيكم سلام